الثقافات والأسلوب التنظيمي لقيود المشروع الثقافات والأساليب التنظيمية تؤثر الثقافات والأساليب تأثيراً قوياً في قدرة المشروع على تحقيق أهدافه. عادة ما تعرف الثقافات والأساليب بالمعايير الثقافية، وتشتمل على المعرفة المشتركة المتعلقة بطريقة تنفيذ العمل، الوسائل المقبول استخدامها في تنفيذ العمل الأفراد المؤثرون في تسهيل تنفيذ العمل أمثلة على الثقافات الفريدة في المؤسسات الأفكار والقيم والمعايير والفوائد والتوقعات المشتركة السياسات والطرق والإجراءات العمل الأخلاقي وعدد ساعات العمل الأسلوب التنظيمي وأصول العملية التنظيمية الأسلوب التنظيمي هو أحد العوامل البيئية المؤثرة في المشروع، والذي يمكنه التأثير في توافر الموارد والطريقة التي يتم تنفيذ المشروعات بها. تتراوح الأساليب التنظيمية من الأساليب الوظيفية حتى الأساليب القائمة على المشروعات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أساليب المصفوفة الموجودة بينهما. مثال على الأسلوب التنظيمي كما نرى في هذا المخطط، يتضح الأسلوب التنظيمي في شكل هيكلي ومخطط يوضح تدفق وتنظيم العمل. القيود الثلاثية للمشروعات الوقت التكاليف نطاق العمل